إلى 383 مليار دينار ارتفع حجم التعاقدات مع مصانع الدواء الوطنية خلال العام الحالي بعدما كان 144 مليار دينار العام الماضي تحقق هذا خلال سنة واحدة فقط من عمر الحكومة سنة انشئت فيها مصانع دوائية في عدد من المحافظات أبرزها العاصمة بغداد ومحافظة النجف الأشرف والبصرة توطين الدواء بشقين شق متعلق بشركة العامة صناعة الدوائية سامرة التي هي تابعة للوزارة وعدنا إجراءات وعمل بها والشق الآخر هو متعلق بتسهيل إجراءات هذا العمل للقطاع الخاص هذا نتشارك به احنا ووزارة الصحة تعديل الضوابط المتعلقة بتوطين الصناعة الدوائية بإضافة المستلزمات الطبية أيضا لأن كانت هي متعلقة تسهيلات للصناعات الدوائية ولكن أكو مستلزمات طبية متعلقة بغسط الكلة والمستلزمات الأخرى المتعلقة بذلك الاحتياجات الخاصة أكثر من 280 مستحضرا دوائيا انتجت بأيد ومصانع عراقية مصانع إنتاج الأجهزة الطبية افتتحت لأول مرة منها حكومية ومنها للقطاع الخاص قدم مجلس الوزراء مجموعة من التسهيلات ضمن حزمة توطين الصناعة الدوائية وكانت هذه مميزة بشكل كبير ارتفع منتوج الصناعة الوطنية باعتراف رابطة المصانع الوطنية الدوائية 40% عن السابق وهذا خلال سنة معناتها أكو حقيقة تعاون كبير أيضا دخل عندنا مستلزمين طبيين وهذه المرة الأولى الأول هو السرنجات محاقن الطبية والثاني هو خيوط جراحية هذه غير مسبوقة إضافة إلى هناك أكثر من 32 إجازة لإنشاء مصانع أدوية ومسلزمات طبية وافقنا عليها صناعة الأدوية محليا أسهمت أيضا في استغلال العمالة المحلية وخفض أسعار الدواء بعد دخول منتجات وطنية كمنافس للمستوردة في مداخر ومراكز الأدوية وبهذا التقدم لوزارتي الصناعة والصحة نشط العراق بملف توطين الصناعة الدوائية خلال عام واحد من عمر الحكومة بعدما كان ينفق سنويا ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار لاستيراد الأدوية سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر